اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان مملكة البحرين تسخر بكفاءات وطنية متميزة تسهم في تحقيق الانجازات للوطن وهي محل الاهتمام الدائم بكونها المرتكز لأي توجه يستهدف التنمية والتطوير ولفت سموه الى اهمية مواصلة زيادة تمكين وتعزيز اسهامات الكوادر الوطنية في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ايده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين منتسبي وخريجي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية وقد اشاد سموه خلال اللقاء بجهود منتسبي وخريجي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذين يمثلون عمق فريق البحرين الواحد الذي يتميز بما يزخر به من كفاءات متفوقة في قدراتها ومتحدة نحو تحقيق منجزاتها لافتا سموه إلى اعتزازه بتبوئ خريجي البرنامج لعدد من المناصب التنفيذية في الحكومة وتطلعه لتحمل المزيد منهم بجانب الكفاءات العاملة بالحكومة لأدوار ومسؤوليات قيادية في مختلف مسارات العمل الحكومي وقال سموه إن منتسبي البرنامج أثرو العمل الحكومي بما اكتسبوه من خبرات ومهارات وما قدموه من مشاريع وأفكار كان لها الأثر الإيجابي في تطوير مخرجات العمل الحكومي منذ انطلاق البرنامج في عام 2015 وقد وجه سموه في هذا الصدد بتشكيل لجنة تختص بمتابعة منتسبي البرنامج بعد تخرجهم منوها سموه بجهود القائمين على البرنامج ودورهم في خلق فرص التطوير أمام منتسبيه بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المنشودة وقال عملها والتميز هدفها والتنافسية والعدالة والاستدامة هي المبادئ التي يستند إليها لتكون مخرجات ذلك مشاريع وخدمات بالمستوى والجودة التي تحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتطلعات أبناء الوطن الكرام وقال سموه إننا نعيش في عالم لا مكان فيه لغير التميز والإبداع وثقتنا كبيرة في أبناء الوطن من فريق البحرين في مختلف ميادين العمل بما يمتلكونه من شغف وحب التحدي وعشق الإنجاز في تطويع التحديات وتحويلها إلى قصص نجاح لتكون دافعا لمواصلة التطوير وبناء مستقبل زاهر للبحرين وخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين مشيرا إلى أن إنجاز برامج الحكومة ومبادراتها يتطلب العزم المستمر من شباب الوطن من فريق البحرين إلى جانب أصحاب الخبرات بما يسهم في تعزيز تنافسية العمل الحكومي وتحقيق الخير والنماء الذي يتطلع إليه الجميع من جانبهم أعرب منتسبوا وخرجوا برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على تطوير الكوادر الوطنية وخلق الفرص الواعدة أمامها معاهدين سموه على مواصلة العمل والإخلاص من أجل حاضر ومستقبل البحرين ترجمة نانسي قنقر 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 جاء استقباله سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجميع دفعات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ليعطي أبطال البحرين في مختلف مواقعهم الدافعة لبذل المزيد بما يسهم في بناء المجتمع وتقدمه كان اللقاء دفعة معنوية وتحفيزية محتاجينها جدا لمواصلة العمل على المشاريع والمبادرات التنموية من ضمن برنامج الحكومة طبعا اللقاء اليوم اتسم بالإيجابية وبالتفائل واليوم أصبحنا عائلة كبيرة أكثر من مئة شخص من منتسبي هذا البرنامج ويكفينا فخر أن نكون جزء من فريق البحرين اليوم مقابلة سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شكلت لنا دافع لإعطاء المزيد من المجهود لخدمة وطننا الحبيب يعتبر هذه البرنامج أهم محطة في حياة المهنية لأن مثل هذه البرامج تعطينا الدعم والحافظ لإعطاء المزيد من الإبداع والابتكار لتحقيق ما تطمح له مملكتنا الغالية البرنامج هيئ لنا الفرصة أن نطرح الأفكار والمشاريع اللي بدورها تنمي العمل الحكومي وطبعا النصيحة اللي يوجهها لجميع منتسبي حكومة مملكة البحرين أن يستمرون في طرح الأفكار والمشاريع اللي تنمي من العمل وتطور من الأداء الحكومي في المملكة أنا كنت ضمن الدفع الأولى سنة 2015-2016 البرنامج فعلا فريد من نوعه يجمع مختلف العاملين في القطاع الحكومي في المؤسسات الحكومية المختلفة يسقل مهاراتهم عبر برامج تدريبية مختلفة والنظر عن طريقة العمل الحكومي وصنع القرار لخلق بيئة أو لارتقاء بيئة العمل الحكومي للوصول للأهداف المنشودة هذه الرؤية الشاملة والمتكاملة لم تأتي من فراق بل من أسس ثابتة لتكون هذه الطاقات الواعدة العامود الرئيس والشريان النابض في قلب مسيرة البناء والنهضة بما يدعم تطور آداء مختلف الجهات الحكومية ويعزز تنافسيتها وانتاجيتها كاني شرف المشاركة من ضمن الدفع الأولى من البرنامج وأنا كنت من ضمن نخبة من النساء وحصلنا فرص متوازية للمشاركة في مثل هذه البرنامج العزيز والقالة على قلبنا وحصلنا فرصتنا والدعم الكامل من القيادة الرشيدة من صاحب السمو الملكي من القائمين على البرنامج أيضا فنشكرهم على هذه الدعم واليوم نشكل شركة أساسي في منظومة العمل الحكومي وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ضمن قيادتنا من أبرز اللي عززها للبرنامج هو حجم التواصل بين الجهات والوزارات والجهات المختلفة بحيث أن يكون انتساب المنتدبين من مختلف الجهات الحكومية طبعا هاي النوع من البرامج بالإضافة إلى المهارات اللي احنا نكتسبها تعطينا جافع أن احنا نواصل في خدمة مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك وسموالية العهد والمثابرة اللي مثل ما احنا نشوفهم شون اليوم يقومون بجهود كبيرة لخدمة المملكة احنا نحس هذي دورنا إنه احنا نخدم المواطن ونخدم مملكة البحرين البرنامج علمنا أن التواصل اللي موجود بين الدفعات المختلفة هو من أهم سمات العمل الحكومي التنسيق بين الجهات التنسيق بين الأفراد وكنا نجيش من جهات مختلفة من عدة جهات نطلع كفريق واحد منها تعلمنا شلون نشتغل كفريق البحرين تعلمنا شلون نسق مع بعض تعلمنا التنسيق المسبق عشان نطلع بنتاج أفضل نتائج إيجابية على أرض الواقع حققها هذا البرنامج على مدار دفعاته السابقة ليكون اليوم له الأثر الواضح في دعم وتطوير الشباب بما يصب في خدمة التطلعات المنشودة بقيادة جلالة الملك المعظم وتأصيل التميز في الآداء الحكومي كوادر وطنية شابة وكفاءات مختلفة خاضت تجارب تدريبية متنوعة من خلال هذا البرنامج المتميز ليصلون لما عليه اليوم من مناصب قيادية لتكون بدورها الرافد الأساسي لمسيرة البناء والتنمية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين